عادت الحركة إلى المعبرين مع تونس لكنها لم تعد كما كانت عليه قبل أشهر فعدد المسافرين من الجانبين ظهر محدودا منذ اليوم الأول وذلك على عكس حركة الشاحنات التجارية التي الصفة تنتظر فتح معبر راسجدير منذ شهرين من الإغلاق من بين الأسباب الرئيسية لشبه العزوف الحاصل عن السفر البري من الجانبين الليبي والتونسي كانت الشروط الصحية المفروضة التي يصفها مواطنون بالتعجزية فالمسافر الليبي يشكي من تكلفة الحجر الصحي الإجباري بالإقامة في فندق لعشرة أيام على حسابه الشخصي أما المسافر التونسي فيشكي أيضا من تكلفة مسحة بي سي آر في بلاده لكن الأمر أسهل بالنسبة لمن تلقى الجرعتين من اللقاح فمسموح لهذه الفئة بالدخول والتحرك دون قيود بعد إجراء المسحة قبل 72 ساعة وملء البيانات المطلوبة على تطبيق أحمي وعلى الرغم من صعوبة هذه الإجراءات على بعض المواطنين لسيم القاصدين العلاج اعتمد البروتوكول الصحي نقاطا في المعابر لتلقي لقاح كورونا وأخرى لإجراء التحليل السريعة مع توفيره فضاءات مستقلة في المعابر البرية والجوية لعزل حالات الشباه بالإصابة ومع بطء الحركة في المعبرين مع تونس ينتظر المواطنون خاصة في المناطق الحدودية موعد انتهاء هذا البروتوكول الذي يتوقف على نتائج تقييم اللجان الصحية من البلدين ترجمة نانسي قنقر